السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آيات الصحة وكل أعماله في السيارة الله عملكم وكل الروح من أمر ربي طبعا ونهاية الآية بيقول إن ما قتنا من العلم إلا قليلا معناته إن احنا مهما بلغنا من العلم فما زلنا نحتاج إليه ما زلنا العلم وبحور واسعة وأثبت فيروس كورونا وده موضوع الحلقة اللي هو فيروس كورونا ما بين الشبه والاختلاف تمام فيروس كورونا طبعا فيروس دائل جدا صغير في الحج لحد النهاردة ما زال محير العلماء في حاجات كتير جدا لم نصل إلى علاج نواقي أو لقاح فعال فبالتالي هذا الفيروس ما زال مكمن خطورة وما زال هناك ناس بتقول إن فيه جائحة تانية وتالتة وطبعا لحد النهاردة عدد الإصابات حوالي 24 مليون تقريبا عدد الوفيات تقارب من المليون حوالي 950 ألف وما زال لحد النهاردة فيه عدد إصابات 7 مليون ما تقارب من 7 مليون يبقى إذن فيروس كورونا ما زال موضوع خطورة جمدة جدا وكل العالم اهتمت به وكل العلماء مازالوا في موضع بحث عن هذا الفيروس المستجد أوجي شبه الاختلاف بينه وبين مثل من البكتيريا بينه وبين الفيروسات والاخرى وتعثر على الأجهزة المختلفة لو قلنا أوجي شبه بينه وبين البكتيريا أو أوجي الاختلاف كلهما ضئيل الحجم وحيد الخلية ولكن الفيروس يظهر عن البكتيريا من 10 إلى 100 مرة تمام فإذن الفيروس حجمه ضئيل جدا ولا يرى إلا بالميكروسكوب تمام وزيل زي البكتيريا بس يعني ضئيل جدا عن البكتيريا البكتيريا كائن حي يعني ممكن ينمو بعيد عن جسم الإنسان ولكن الفيروس كائن غير حي لازم وجود عائل أو وسيط له وهو طبعا الإنسان وطبعا الفيروس دوله تاريخ كبير جدا أول ما اكتشف اكتشفه الطيور سنة 1937 وعزف الإنسان سنة 1962 وبدأ يتعرف عليه مرة أخرى اللي هو الصرث في 2002 و2003 وظهر تاني في 2012 و2013 طبعا أسبب العديد منعوفيات طبعا العالم مع موعد دائما بوباء خطير كل مائة عام وكان طبعا أخيرها في الكرن الماضي اللي كان يعني أصيب حوالي 75 مليون بيه تمام وقابلها طبعا الإنفولانزة الزبانية كانت 1918 وتوفيها تقريبا ما يقرب من 100 مليون شخص قابلها طبعا وباء الكولورا وقابلها وباء الطعون طبعا هذه الأوباء يعني مرت على مدى العصور القديمة والحمد لله الإنسان قدر يتجاوزها بفضل طبعا التباعد الاجتماعي وفضل الحجر الصحي اللي احنا دايما بننادي به لحد النهاردة وبنقول يا جماعة لازم برضو في تباعد اجتماعي لازم في لبس الكمامة تمام لازم نحرص على نفسنا النظافة الشخصية النظافة العامة تمام تجنب الإزدحام طبعا لو نرجعنا الموضوع هنا تاني أوجه الشبه والاختلاف بين وبين البكتيريا البكتيريا ممكن نلاقي لها علاقة في مضادات حيوية إنما الفيروس لحد النهاردة مالوش علاج واقع بالمرة أو علاج فعال فكلها بتعتمد على محاولات وترايرز والحد النهاردة لم يثبت لأي حد من العلماء علاج فعال لهذا الفيروس حتى اللقاح برضو اللقاح ماذا لأن الفيروس بيطمحور عشان كده بنقوله هو مستجد بيتغير من وقت للتاني في تركيب توجينية وطبعا ريسة طلعت لقاح وفي شركات كبيرة زي الأسرا زينكا والحاجات دي كلها طلعت لقاحاته ولكن لحد النهاردة كلها محاولات لأن الفيروس بيتغير وعشان أثبت فعالية هذا اللقاح ونتأكد منه من سلامته بياخد برضو سنوات وأشهر تمام على أساس أن هذا حاجة مستحدثة وممكن يجي من وراها بعض الضرر البكتيريا منها الضرر وعشان كده بنستعملها بعض الأحيان في صنع بعض الأغذية زي الزبادي إنما الفيروسات معظمها ضرر قلنا البكتيريا بيبقالها علاج الفيروسات ملهاش أي علاج طيب لو جينا مثلا نتكلم عن الفرق بين كمان الإنفولانزا الموسمية والإنفولانزا اللي هي كورونا والتهاب الجنوب الأنفية التهاب الجنوب الأنفية بيقى دائما فيه صداع حوالين العين صداع شديد جدا تمام بيبقى فيه مخاط والمخاط عادة أو المناخير بتبقى مسدودة تمام بيبقى فيه فقد الحاسة الشم الإنفولانزا الموسمية بيبقى الكرسي بتاعها خفيف شوية تختلف طبعاً على كورونا فإنفولانزا ممكن تقعد ثلاثة أيام بيبقى فيه احتقام في الحل بيبقى فيه رشح في عطس تمام بيبقى فيه حاجة سمارينورية المناخير دائما كده بينزل منها سوائل في حين الإنفولانزا أو كورونا بيبقى صداع شديد جداً حرارة عالية جداً بتستمر في فترات طويلة ممكن تقعد لأسابيع بيبقى فيه جفاف شديد في الحل فقدر لحصة الشم تمام بيبقى فيه ألم في الجسم كله والعضلات تمام بيبقى فيه تكسير في كل أعضاء الجسم كمان فيروس كورونا الميميز بعض الأخرين أنه بيخش على جهاز التنفسي بطرق جمدة جداً وتظهر وهنا بقى أوجه الاختلاف إنه هو بيخش على جهاز التنفسي وبيبدأ يعمل أعراض شديدة جداً على جهاز التنفسي وبيعمل نهجان شديد وألم شديدة في السجل وتنتهي بفشل في التنفس إيه برضه أوجه الاختلاف فيروس كورونا عن باقة أنواع الإنفلوزة إنه إحنا شفناها قبل كده إنه هو ثبت إن هذا الفيروس ليس فيروس جهاز التنفسي فقط ولكن ثبت إنه بيأثر على جميع أجهزة الجسم أجهزة الجسم منها المخ منها الكلة تماماً منها القلب أول هام فيروس هذا الفيروس لما بيخش بيخش طبعاً عن طريق الأنف عن طريق برضو السعال طبعاً في الأول أو رضاز الإنسان المصاب بيصل الإنسان السليم الإنسان سيمنه حط إيه ضلعنيه على بقه على الأنف بينتقلوا الفيروس وبيبدأ يخش وفي مستقبلات لهذا الفيروس بيقعد في الحل فترة يومين ثلاث أربعة بيخش بعد كده على الجهاز التنفسي بخلال الأسبوع والإنسان بقى هنا المناعة قوية بتظهر المناعة بتاعته لو قوية بيبدأ يقوم هذا الفيروس بيبقى فيها عاصفة اسمها عاصفة السايتوكاينز عاصفة السايتوكاينز دهيت عبارة عن بروتينات بتفرسها الجهاز المناعي للقضاء على هذا الفيروس لو الإنسان مناعة قوية بيتغلب على هذا الفيروس بهذه السايتوكاينز لو مناعة ضعيفة بتموذ هذه السايتوكاينز وبتصبح وباء أو بلاء على الإنسان لأن حتى العلماء اللي بيحب يطلعوا دواء معين بيقولوا عايزين يطلع الدواء ده اللي بيها يعني يقلل يقلل عاصفة السايتوكاينز أو هذه المادة لأن المادة جي بتملأ الرئتين خلايا ميتة وتحاول الرأي إلى سوائل وبالتالي تعملية تبادل الغازات اللي بيتم في الحواصلات الهوئية بتنعدم وبالتالي الأكسجين بيقلل في الجسم وده بيثبت بالوفاة طبعا الأكسجين طالما أقل في الجسم وفي الرئتين وبيخش على القلب برضي الأكسجين قليل طبعا هو بيثبت بالوفاة بطرقة تانية طبعا ودي العلماء أثبتوها في بعض الدول زي إطالة كانوا بيحرموا تشريح الجثث ولكن في الضرورة تقريبا هذا تم واكتشفوا أن المريض كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس بيموت من الجلطات بتاع الرئة أو بتاع المخ أو بتاع القلب لأن هذا الفيروس بيأثر على الأوعية الدموية وبيسبب فيها التهيبات وبيسبب فيها تجلطات بتؤدي في النهاية إلى الوفاة عشان كده دايما بنيدي حاجة اسمها لهم موليكرا رويت هيبرين اللي هو بيسموك ليكسين في معظم الحالات اللي بتتحجز في المستشفى يعني أنا سبحان الله جات لحالات كتيرة جدا من الناس اللي هم يعني مصابين بهذا الفيروس ويحملون الأعراض في حالات خفيفة جدا لا تتسجل دخول المستشفى لا تتسجل ان احنا تدير الحاجات دي كلها بنيدي إمتى الحاجات دي كلها للأعيان اللي روبة تحجز عندي في المستشفى وتحت رعاية طبية ورعاية مركزة لصيقة تمام وبنيدي لكولكسين والحاجات دي كلها بتبقى بحساب معين لأنه طبعا مش كل المرضى بياخذ هذا العلاج لأنه طبعا لاحسوا في بعض المستشفى بيكتبوه برتكول ثابت لكل المرضى خطأ كتير جدا وفيه كتير أرواح راحت بسبب هذا العلاج الخطأ لا احنا بنفصل العلاج على حسب كل المريض وعلى حسب حاجته وعلى حسب منعته وعلى حسب الأمراض المزمنة اللي بيعاني منها طبعا ايه المرضى المستهدفين بالنسبة للفيروس دي ما قلنا رقم واحد مرضى القلب رقم اثنين مرضى السكر رقم ثلاثة مرضى الحسية والرب مرضى الأورام وقابلين طبعا مرضى ضغط الدم وبعدين برضو المسنين دي الفئة المستهدفة اللي عندنا لو حابينا انفرق من الأجسام المناعية أو فيه عندنا نوعين من الخلايا التيلينفوسيت والبيلينفوسيت التيلينفوسيت ده هي دي يعني تعتبر فريق سعقة من مجرد الفيروس ما تسخش هي اللي بتقتله طب البيلينفوسيت عاملة زي فريق المخابرات بيتعرف على الفيروس يبدأ يكون اقصام ضده بتستغل 3-4 أيام وبالتالي بتستخلي بعد كده تيلينفوسيت تبدأ تقضى عليه وتقتله دي الخلايا المناعية اللي موجودة في جسم الإنسان اللي يجب عندنا كلنا تبقى منعاتنا قوية طيب لو ان مثلا أيهما أكثر إصابة هام الرجال أم النساء فعلا وجد في كثير من الأبحاث والإحصائيات وجد أن الرجال أكثر عرضة للنساء بالإصابة أولا النساء ربنا أعطيهم هرمون إستروجين ده قوي جدا بيقاوم هذا الفيروس طبيعة طبعا حياة الست وحياة الرجال الرجال ما نكون بيخرج للعمل في تعصف في تدخين في تعرض لملوثات كتيرة جدا في احتكاك أكتر بالناس فبالتالي بتلاقي الرجال فعلا أكثر وعرضة من النساء بهذا الفيروس لو قلنا تأثيره على أجهزة جسم الإنسان المختلفة ده ما قلنا الفيروس بمجرد ما بيخش بيخش على الأعضاء ومعظم أضاء الجسم اللي هم فيهم حاجة اسمه ACE to receptor اللي هم مستقبلات هذا الفيروس الفيروس لازم يلاقي في كل عضو حاجة تستقبله المستقبلات دي وجدت نية موجودة في معظم أجهزة الجسم وفي الشرائيل موجودة في الرأة موجودة في الكلة موجودة في المخ تمام ودي طبعا العضواء الرئيسية في جسم الإنسان ومجرد ما تصاب تؤدي إلى الوفاة فيه ناس يتوفد بفشل بسبب الفيروس فيه ناس يتوفد بسكتة قلبيا بسبب الفيروس فيه ناس يتوفد بجلطة في المخ بسبب الفيروس لو جينا نقول الجلطات اللي يتسببها الفيروس إيه الفرق بينه وبينه أو أجهزة والاختلاف بينه وبينه جميع شرايين المخ وبالتالي ليس لها علاج وعلاجي بيقى مفحصي جدا في حين الجلطة اللي بيتسببها الأمراض التانية اللي هي نتيجة عن زيدات دون الدم ووجود السكر وتصلب الشرايين وحاجات اللي كلها بتبقى موضعية بتاخد شريان واحد في القلب شريانين شريان واحد في المخ شريان ممكن تتعالجه فيه ناس فيروس كورونا بيمسك الشرايين كلها وبيقضى عليها في لحظة واحدة وبالتالي العلاج طبعا بيبقى صعب جدا وجد انه هو طبعا بيأسرع الجهاز العصبي فيه ناس بيحصلها بعض أحين تشنجات بيبقى فيه فقدان لحظة الشام طبعا حظة الشام ديات ممكن تقضي حكا كتيرا جدا بس الحاليا اللي احنا بنصاب عليها هي موضوع الكورونا والناس بطمينهم ان حظة الشام بتقضى فترة طويلة عبر ما ترجع ممكن تقضي الشهر والشهرين الانسان ممكن يعني ايه حاوري يمارس حسة الشام مع نفسه ان هو يشم مثلا ذلك الرنفل القهوة البصل فيه بعض الحاجات بترجع حسة الشام تاني طيب طبعا قلنا طبعا الفرق بين الفرق بين الفرق المصومية والتهاب الجيوب الأنفية تمام هنقول بقى زي نقاوة من عائتنا طبعا سؤالت كتير جدا بيجيلي في عياتي او ناس بتسألني يا دكتور نعاية هو الجهاز المناعة الايه بيدخن ويقول لك عايز اكوه جهاز المناعة الايه بيأكل اكل تي كوي واكل كل دغون وكل حاجات يعني فمهمه جدا موضوع الاكل والشرب ان احنا نحفظ عليه اول نقطة طبع الصلاة يبقى دائما في اكلنا وشربنا في بعض الحاجات اللي هي الفيتامينات طبعا ما بعد الكورونا ايه اللي بيحصل لجسم الانسان فيه ناس كثير بتجيلي بتكسير في الجسم ارهاق بعد النهاجين طبعا بننصحهم ان هم فعلا يتابع العديد السليمة في الاكل والشرب وممكن نديهم فيتامينات طبعا اللي هي الزينك طبعا فيتامينا بي كومبليكس تمام بنديهم الانتي اوكسيدان الحاجات دي كلها فعلا بتقاوم منعيتهم ويقدر يقاوم هذي المضاعفات او التوابع هي مش مضاعفات كتوابع تحصل مع الفيروس ممكن التهابات الصدر والتهاب الرأي في الفترة طويلة تمام ولكن احنا بنحاول طبعا نعالج هذه الحاجات بالمضادة الحياة المناسب بالمحلية المناسبة تمام بخافض الحرارة المناسبة فدايما حتى في العزل بنقول يا جماعنا نتعرض لإشعة الشمس وجد ان نتعرض لإشعة الشمس ستين دقيقة ساعتين بيقتل هذا الفيروس يبقى لازم نعرض نفسنا لإشعة الشمس نستنشك الهواء النقين نمتنع عن التدخين ننام نوم كافي 7-8 ساعات في اليوم مش نوم متقطع يبقى نوم متواصل تمام نقطر من السوير الدفع مهمة جدا طبعا يريد على قد منقدر تبقى بدون السكر تمام لو جينا بس نتكلم كمان على إمتى الإنسان مثلا يتعزل وإمتى يخلص فترة العزل طبعا وجد ان فيروس كورونا فترة الحالة بتاعته من يومين لأربحتاشر يوم من يومين لأربحتاشر يوم طبعا الناس بعد ما تخلص هذه الفترة لازم آخر ثلاثة أيام يكون الحرارة طبيعية جدا الألام والأعراض كلها تختفي ونحلل بي سي أر مرتين بي سي أر يتحلل جماعة مرتين على أساس أنه ممكن تطلع فورس جزء ريزرط أو فورس نيجة فرزرط يعني ممكن فيه خلايا ما ينتب تبقى موجودة والبي سي أر يطلع إيجابي والشخص ده يكون فعلا سلبي فبنحلله مرتين والتتاليين بينتهم 24-48 ساعة طيب لو قلنا فيروس كورونا اختلافاته في أنه بيأثر مثلا مع القلب طيب إزاي بيأثر على القلب ويؤدي إلى الوفاة بطريقة يعني طبعا كلها يعني العلماء لحد النهاردة مازال في أبحاث زي ما قلنا مستجد وفيه أوجه شبه واختلاف كتير بينه بينه وبنفساته الأخرى فقالوا أنه طبعا كلة الأكسجين بسبب التهبات في عضرة القلب تمام فيه رواسط بتبقى موجودة عشانين بتطلع بتعمل هذه التجلطات تمام لو جينا نتكلم مثلا على الفرق طبعا قلنا بينه وبين الفيروسات الأخرى طبعا طبعا الفيروس كورونا قلنا ده مستجد يا جماعة ولم لحد النهاردة لم يجد لها لقاح مواقي أو علاج شافي البكتيريا طبعا ما بتتمحورش ممكن يكون لها لقاح فعال وواقي إنما الفيروس بيتغير عشان كده لحد النهاردة كل يوم لقاح يطلع ويلغوه أو يقوله ده لسه في محاولات فإذن إحنا بنقول يا جماعة إن هذي الفيروس مازال خطير جدا ويسموه جائحة جائحة وانتشر بطريقة سريعة جدا الفرق بينه بين الفيروسات اللي شفناها قبل كده الفيروسات اللي شفناها قبل كده كانت موجودة في مكان معين إنما نظرا لطرق الاتصال السريع في العالم ذوقتي والحديثة بالطيارات والطرق التجارية والحاجات دي أصبح لفيروس انتشر بطريقة فضيعة جدا وعمل جائحة لأنه مسك الأول أوروبا بعد كده داخل على أفريقيا بعد كده داخل على أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوية طبعا مازالنا بنشوف ألاف من الإصابات في دول تانية يمكن عندنا في مصر الفيروس بدأ يضعف شوية وأنا بطمن أعزائي المشاهدين إن الفيروس فعلا بدأ يضعف ولكن مش عايزين إن احنا نقول في فترة أمان زائف لأنه ممكن الفيروس فجأة ينشط ويطمحور ويبدأ يصيب الألاف ومئات الألف زي ما عمل الفترة اللي فاتت وطبعا نسبة الوفيات حقيقة في الفيروس بيبقى 2% احنا عندنا 5-3% من اللي بيعانوا من الفيروس كورونا ما بيشتكوش من أي أعراض ولا بيروح حتى للدكاتر ممكن نفس برد عادية شوية الصداع بياخذ حاجة زي البرس التمون اللي هو الأمن بيخف أو حاجات اللي هي بتاع البرد تمام 15% هم اللي بيعانوا من بعض الأعراض منهم 10% أعراض خفيفة جدا 5% بيخشوا طبعا الرعاية 3% بيخرجوا و2% بيحدث لهم وفاها طبعا أنا شفت حتى الحالات اللي اتوفت في الرعاية طبعا يعني بمعنى صح البرتوكول العلاج اللي لسه مصناش له بطرقة صحيحة طرق الققاية اكتشفت طبعا للناس ما تحقص على أكلها ولا شربها ولا طرق نمع ولا أي حاجة خالص الأكسجين مهم جدا في حقيقة العلاج ده حتى يعني قال الله في كتابه العزيز وقد نعلم أنه دي كالصدر كبير ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أصبح أصبح أحسن وضع للسنطاق الأكسجين هو الإنسان ساجد وهو يعني ممكن يعملها الوقت إنسان مع نفسه في الصلاة تمام يستنسك والسجين نقي في هذا الوضع في السجود اللي هي الصلاة الخمس مرات في اليوم يبقى إذن فيروس كورونا يا جماعة ما ظلنا أنه عاني منه وما ظلنا يجب أنه نأخذ الإحتاطة كاملة تمام حتى الإنسان اللي تظهر عليه الأعراض منه ينحش من يعزل نفسه في البيت طيب أنا لو عزلت نفسي في البيت هل مثلا أخلط الأخانين لا طبعا المفروض فيه قضا منفصلة ويفضل يكون حمام منفصل له إذا كان ما فيش حمام منفصل له يبقى واجد الدخول للحمام والخروج منه ما يقلش فيه حد حواليه خالص والأقر والأبواب والأعداء بتاع الحمام كله يتعقم طبعا تمام بالمطهرات اللي احنا كلنا عارفينها طبعا كمان اللي بيقوم على هذا الشخص يبقى شخص فحيح ولا يعاني من أمراض مزمنة تمام ويقدمه مثلا الأكل يبقى الباب مقفول هو الشخص المصاب بيفتح الباب يأخذ الأكل يقفله تاني الأقر كلها تتعقم يجب يكون في قضا جاية التهوية لاجب يكون عنده مثلا باللقونة يقعد مثلا ساعتين في الهواء في الشمس يستنشك الهواء النقي دايما فيه أغذية كتير بالقوة المناعة زي ما قلنا اللي هي تحتاجه على العباية تابنسي البرطقان طبعا اللمون اللمون الأخضر اللمون الأصفر البروكلي الكيوي التوم البصل طبق الصلطة دايما يبقى عندنا مرسط الرياضة مهمة جدا كل يوم المفروض نصف ساعة يتماشى ونمرس الرياضة طبعا أنا عايزة أذكر على المشاهدين وفي كل حالة زي ما قلناه أن هذا الفيروس مازال لا نعرف عنه إلا القليل وما قطينا من العلم إلا قليلا فطبعا لازم نحتواط لأنه ممكن تحصل جائحة تانية وتالتة مش عايزين نقش فترة أمان زائف فلازم كلنا نحتواط نقاوم منعتنا بالأكل السليم بالشراب السليم بأن احنا نعالج نفسنا بسرعة من أي ارتباع في درجة الحرارة من أي أمرات تدخل علينا اللي عنده سكر اللي عنده ضغط لازم يستشير الطبيب في الفترة دي من وقت اللي التاني لازم يكون سكره مزبط ضغطه كويس اطمئلنا على القلب بتاعه وكفاءة عضلة القلب الحاجات دي كلها مهمة جدا الناس اللي بدخنوا اللي بيعانوا لحسية الصدر الرب والشعب كل الناس دول مستهدفين لادر فياس لحد النهاردة لازم بنصح جميع عزائي المشاهدين أن نهتم بصحتهم في هذه الفترة لأننا نحن نزلنا في فترات عصيبة وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله